أستاذ إبراهيم في هذه الحلقة كان حريص على أننا نبدأ مع حضراتك ومع مشاهدين كل من يحب ويتابع قناة الأهلي داخل وخارج مصر بالحديث عن الحدث الرياضي المرتقب الدربي المصري مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر الله يوم 30 من هذا الشهر إن شاء الله كيف تخرج هذه المباراة أكيد كلنا بنتمنى فوز النادي الأهلي وتقدمه في صدارة الدوري الممتاز ولكن نتمنى أيضا أن تليق بالفريقين وبالرياضة المصرية وبالشعب المصري وكل ما نعرفه من قيم ومن أخلاقيات نتمنى أنها تكون سائدة في مجتمعنا وفي الوسط الرياضي في المقام الأول أستاذ إبراهيم هبدأ مع حضرتك سريعا بهذه المباراة وكل ما نرجوه وكل الدعاوة اللي دائما أبدا متنطلق من شاشة قناة الأهلي ومن رموز النادي الأهلي في اتجاه مضاد للفكر المتطرف والمتعصد في الرياضة كل اللي أرجوه أن تكون المباراة دي نقطة فاصلة يعني تبقى ما قبله وما بعد يعني أنا عايز أأكد لمرة المليون الانتماء لنادي الأهلاوية والزملكاوية دي مش ننسية إحنا مصريين أنت زملكاو وأنا أهلاوي أنا اتحداوي ده إحنا مصريين في الأول وفي الآخر اللي بيحصل ده 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 كلام مش مظبوط وما ينفعش وعيب عيب أن يحصل ده الماتش آه اللقاء أكد ما كان زمن يعني حنشوف مع بعض دلوقتي كان زمن في إيه ودلوقتي الناس بتتقدم مع الزمن الناس بتتقدم وترتقي وكل ما هو ناقص تستبعده ولا الناس بتزود وتحط نار وتولع ده في إيه موسيقى